مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن اليوم الاخير من عام 2019 بدي احكي عن التالتة واحد وثلاثين كانون الاول ديسمبر اليوم الامر مرافقنا كل النهار من برش الحود فكيف بدي يكون النهارنا هل يتورا نحنا نشطين هل يتورا نحنا بيردين هل يتورا نحنا مزعوجين هل يتورا منرفزين معصبين علما انه بكرة يعني واحد كانون التاني يناير اول يوم بالسنة كمان رح بيكون نفسي شي متل اليوم فوداع الالفين وتسعة عشر كيف بدي يكون لكل الابراج قبل ما ابدأ بتفسير هيدا اليوم حاب يقول للجميع انه بتلاقوا على اليوتيوب توقعات عام الفين وعشرين بجزئين جزء اول جزء تاني كل برج في عنده اثنين فيديو التوقعات كتير حلوة في واحد منهم الجزء التاني مخصص للاخبار الحلوة والجزء الاول التوقعات العامة كل برج على كلين كيف بدي يكون هنهار مواليد برش الحمل البداية عنكن اليوم مواليد برش الحمل الاجواء عنكن فيها تكون نوعا ما بطيئة نوعا ما بتأخركن نوعا ما بتأخركن اعمالكن وتوقعاتكن مش ماشي متل ما انتو بدكن حطين قدامكن اجندة معينة ما رح تلقوها متل ما انتو بدكن يوم بطيء بيزهق فاحسن شي تعملو انه ما تنزعوا هيدا نهار نبستو فيه ارتاحو فيه خلو شخصتان يشتغل عنكن انتبهوا من التأخير انتبهوا من التأخير يمكن حتى حجزكن اذا سهرانين معقولة يتخربط وما تكونوا هالقدة مرتحين فاخدوا الامور بمسحة ارتاحو انبستو وشو ما صار وكونوا مع اشخاص بيدحكوكن وبيسلوكن تبقى المواليد اللي بعتبرها شوي اكثر حظة من غيرها 27-29 ادار مارس بالنسبة لبرش الثور اليوم مولود برش الثور انت من الابراج يلي بتقدر تنهي عام 2019 بطريقة كتير حلوة كتير مهضومة بتتسلى كتير بتفرح كتير والناس اللي من حولك رح بيكونوا مبسوطين معك اجواء كتير حلوة بترافقكن اليوم فمبروك لالكن بتقدروا تختموا العام بطريقة حلوة ومش بس هيك الاحلى انه بتقدروا تبلشوا عام 2020 كمانا بجو حلو كتير بتبقى المواليد الاكثر حظة 26-28 نيسان عبريل 12-13 ايار وما يوم كمل مع برش الشوزاء حاول مولود برش الشوزاء انه ما تتعب حالك كتير حاول انه ما تضخمة ما تقزمة ما تتعب حالك والتعب الناس من حولك بسط عمول اللي انت بتريده يمكن اذا عندك شي مهم حاول انه يكون فيه معك ناس الا جانبك بتساعدك لحتى فقط تتيسر لك امورك الاجواء منا صعبي ما تعتلهم يمكن تكون انتو المسؤولين عن حجز معين عن مسئولية معينة ما تخافوا خدوا الامور برحابة صدر تبقى المواليد الاوفر حظة 2-3-4 زيران يونيو كمل مع برش السرطان اليوم مولود برش السرطان قادر تودى عام 2019 بفرحة كتير كبيرة قادر انه تنبسط وتفرح وتتقدم وتنجح وكل شي بتعمله اليوم بيعطي نتيجة حلوة اجواء ممتازة بترافقك وبتعطيك كل الحظ وبترافقك الحظوظ بكرة ايضا الاكثر حظا كلكن محظوظين اليوم بشكل خاص 28-29-30 هزيران يونيو كمل مع برش الأسد اليوم مولود برش الأسد تقدر تودع العام وانت عم بتزبط بعض الامور لانه نهارك شوي طويل لكن نهار منه سلبي هناك تحضير مسبق لأعمال عمدك كيها ولازم تعرف حتى نهارك يمرق بسلام وتقطع او تعبر للعام الجديد ده كتكون كتير ديبلوماسي هاي الطريقة الوحيدة يلي بتمشيك اليوم ويلي بتخليك انه تكون محطة الانظار اذا انت بدك وما تطلع من بيتك من دون اوراقك كاملة تبقى الاكثر حظا 4-5-6 أبا أغسطس كمل مع برش العذراء يلي اليوم مولود برش العذراء معقول يكون شوي اليوم مولود برش العذراء شوي مزعوج او شوي مزاجي فحاولوا انه ما تنزعوا هيدا النهار حاولوا انكم تنهوا العام بطريقة لبقة ورايقة كبروا عقلكم اليوم النهار معقولة تتعرفوا فيه على شخص على شخص رح بساعدكم في المستقبل أجواء اليوم صحيح يمكن تلاقوها غريبة عجيبة يمكن تكونوا شوي مهايبرين يمكن تكونوا شوي بيلكن قصير طولوا بيلكن عندوا للعشرة النهار مفروض يكون جاي تلاقلكم وانتبهوا وتذكروا انه الشمس ايضا كوكب المشتري كوكب سحل كوكب بلوتو كوكب اورانيوس كلهم معكم عم بيساعدوكم فالحظوظ العامة ممتازة ما تنزعوا طولوا بيلكن عندوا للعشرة ما تنطقضوا حدا تضحكوا الاكثر حظا 26-27 أبا أغسطس 14-16-16 أيلول سبتمبر الاكثر حظا كمل مع برش الميزان ما بلو برش الميزان اليوم النهار بتحسوا انه كل الشغل عليك نهار طويل 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 ما بيخلص بتنزعج بتتضيق بتتزمر بتتشك بتتأمر بتتأمر يعني تعطي أوامر نهار مزعج لكن إذا بدك تنهي عام 2019 بطريقة حلوة بدك تشتغل تركز على اللي عندك تاخد فترات من الاستراحة وتحاول إنه ما تفش خلقك بالناس وما تواجههموا لحظات للناس أي نهار متعب؟ نهار طويل؟ نهار مزعج؟ أي صحيح؟ يمكن تكون مريض يمكنه تعبانين يمكن حدا عندك بالبيت عم بيطلب منك مساعدة ما عم بتلحق عم تركن ميلي لمايلي نهار متعب؟ بده بيل طويل؟ بدك تطول بيلك؟ بدك تضحك؟ بدك تاخد الأمور بيدحكي بمسحة لحتى ما تنزع نهارك؟ إذا بدك تبقى الأكثر تعبا 14-16 أكتوبر بنت إلا برش العقرب نهاية السنة مفروض تكون حلوة ما تنزع ما تستعجل ما تركض على الطرقات ما تعمل مشكل مع الناس بتحبهم أو الناس ما بتعرفهم مش لأنه حكون مشكلش لا اليوم الأمر موقعه ببرش الحوت مريخ ما بأمن له لأنه كوكب المريخ بيخليك تستعجل وتركض وتكون منفعل إذا كنت من مواليد 19-20 أو 21 نوفمبر كونوا حذرين حتى إلى 22 نوفمبر 22-22 التاني كونوا حذرين ما تنزعوا هالنهار أيضا مواليد 25-26-27 أكتوبر اليوم مواليد برش العقرب بنتظاركم نهار كتير حلو ممتاز وفيكم تكونوا من المواليد الأكثر حظا انتبهوا ما تنزعوا ما تنزعوا ما تستعجلوا ما تتسرعوا ما تشوفوا حالكن وما تفكروا حالكن انه يابا شي كتير كونوا موضوعيين لحتى نهاركن يمروا وليلتكن تمروا بسلام الأجواء كتير حلوة فيكن تقطعوا للـ 2020 وانتوا مبسوطين كتير ياللي ذكرتون بدونين تبهوا كتير كتير بدونين تبهوا عدوا عقلين ونضبوا بنتقل لبرش القوس اليوم مولود برش القوس نهاره جيد لكن بدوا يلاقي حاله اليوم مولود برش القوس انه يا أما قاعد عم بهمهم يا أما في شي زعجوا يا أما بدوا يرجع عبيته بكير يا أما بيضل ببيته يا أما في شي ببيته جاره لعنده في بعض الأسس والحكايات ياللي بتخليه انه يلا يصرف 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 زيادة عن الزوم ما وليه برش القوس اليوم نهاركن بيطلع حلو ليلتكم تطلع حلوي العبور من 2019 لـ 2020 مفروض يكون جيد وحلو يمكن تضطروا انكم اضحوا بوقتكم أو ببعض الأموال أو ببعض المساعدات لحتى يمشي الحال لكنه نهار بعتبروا بالنتيجة جيد وحلو يوجد بعض العتب على بعض النقاط بنهاركن أو تجاه بعض الأشخاص لكن بالنتيجة إذا بتطولوا بيلكون بيمشي الحال بيمشي الحال اهتموا بحالكن بنفسيتكن خدوا نفس عميء وقولوا القرار هو انه تنبستوا ويمكن تنبستوا اكتر شي ببيتكن أو مع ناس بتعرفون مش ناس غرب والصخب اليوم الجو الصاخب يمكن ما يعجبكن كتير بتبقى الأنشط يلي ما بتهدى هي 4, 5, 6, 7 ديسمبر كمل مع برشة الشادي مولو برشة الشادي اليوم يعتبر من الأبراج الأقوى الأنشط الأسكى يلي ما بتهدى ديناميكية تحرك الأمور رأسا على العقب يعني إذا حدا عنده مشكل حدا بده مين يحل له إياها مولو برشة الشادي بيحله بيطلع معه الجواب تحت باطو يعني جوابه تحت باطو نحنا نقوله بلبناني يعني خلص ضغر الجواب جاهز ما بيهدى عندك طاقة كتير كبيرة من الأيام الممتازة اليوم فيك تكون انت عريف الحفلة شو ما كان ما بيهدى اليوم سوقع ما هلكون خاصة إذا كنتوا من مواليد 11 إلى 13 كانون الثاني يناير الأكثر حظا جوبيتر بعت لكم حظوظ ممتازة 28 إلى 30 ديسمبر كمل مع برشة دلو اليوم مولود برشة دلو كمانا من الأبراج يلي فيها تقضي نهار ممتاز مواليد برشة دلو نهاركن حلو انتبهوا بس ما تضيعوا مصرياتكن تضيعوا الوالت جزدينكن بعض الممتلكات السيارة الموبايل كل هالأمور اليوم مولود برشة دلو ما فيه أي مانع لحتى ما تقضوا نهار ممتاز أو تقطعوا العام تعبروا من عام لعام بطريقة حلوية انتبهوا فقط على الأمور يلي أنتو بتعتبروها ثمينة عنكن قيمة عنكن مثل الغراض مثل الممتلكات مثل الثقة في النفس ما تخلوا حدا أبدا يغبر عليكن أو يحاول يستلمكن يعني يحتال عليكن أو يضحك عليكن انتبهوا من المصاريف انتبهوا لما عم تدفعوا الفوتير الأكثر حظا 1-2-3 شباط فبراير كمل مع برشة الحوت يلي اليوم الأمار ببرشة اليوم مولود برشة الحوت انت ملكة بتعملوا اللي بتريدوه بتقرروا بتغيروا مطرح بتطلبوا بأخر تكي كله بيزبط معكن تقريبا حاولوا مولي برشة الحوت ان القرارات اللي بتاخدوها ما تكون متسرعة لحتى تستفيدوا من هالطاقة الحلوة ونوعية الوقت الممتازة يلي بانتظاركن جاوا حلو كتير بتعبروا من عام إلى عام بطريقة ممتازة انتوا الأسرع انتوا الأنشط انتوا الأكثر حظا تقريبا تبقى المواليد اللي بعتبر انه عندها قدرة كتير كبيرة انها تتوفق اليوم هي 24-26 شباط فبراير وبختم مع مولود اليوم كل شخص خلقان ب31 كانون الأول ديسمبر بانتظاره سنة نوعا ما رح بتكون هايدي السنة سنة واعدة بتغيير بتنقلات بانقلابات إيجابية بانقلاب بمحور الدراسة يمكن الاختصاص أو حتى بالشغل باختصاصكم المهني سنة ممتازة أفضل الأشهر هنك تار وعددين أفضل لك كانون الثاني يناير شباط فبراير أدار مارس أيار مايو وأيلو السبتمبر بيتمني لكم سنة حلوة عام جديد يكون حلو وإلى اللقاء في العام المقبل كل عام وإنتوا بألف خير باي باي ترجمة نانسي قنقر